بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم عزائي طرات وطلبات الصف السادس اللي ابتدائي. النهاردة ان شاء الله هناخد درس الانتقال. وده درس سهل وبسيط ما فيش فيه اي حاجة. فيه طالب اكترى بتشتكي بينه مع انه درس سهل وما فيش فيه اي درجة من الصعوبة خالص. بازن الله بعد نهاية الحصة هتلويه الدرس ده فعلا فعلا بجد سهل اول. طيب الانتقال اللي هو ايه? اللي هو مسلا لو يكون عندك على الشبكة التربعية على الشبكة التربعية عندك مسلا عايز ارسم ده عندك مربع. تمام? عايز ارسم واحد زيه. عايز ارسم واحد زيه. ارسمه فين هنا? او هنا? او هنا? او مسلا ممكن كده فوقه. بنفس طوله بنفس عرضه بنفس كل حاجة بتاعته. شبهه بالزبط. بس انا مش هرسمه كده وخلاص. انا مش هرسمه كده وخلاص في اي حتة بالنسبة لانا? لأ ده هو يقول لك ايه ارسمها فيه. وباحداثيات معينة. عشان يطلع زيه بالزبط. ومقدار الانتقال ده بيتحدد بحاجتين. بتحدد بحاجتين. بالمسافة والاتجاه. بالمسافة والاتجاه. يعني اتجاه فين? يعني مسلا عايز ارسم شوع كده. عايز ارسم واحد زيه. شوف الشوع اتجاه وفين? شوف الشوع اتجاه وفين? برضو ممكن يكون اتجاه وكده. ويكون قده برضو. يبقى الانتقال بيتحدد بحاجتين. بالمسافة وبالاتجاه. بالمسافة والايه والاتجاه. عشان اه عشان لم يكون عنده نقطة. 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 او شكل. ويقول لي ارسم واحدة شبهها. او ارسم شكل زيه. الشكل اللي طالع ده اسمه الصورة. اسمه ايه? والصورة. وطبعا انا انا ببعرفش ارسم الصورة الا بحاجة اسمها مقدار الانتقال. يبقى التلاتة مربوطين ببعض ارتباط واسط جدا. يبقى علشان ارسم نقطة. علشان ارسم نقطة. لازم او علشان او لما يجيب لي نقطة. وقل لي ارسموا الصورة بتاعتها. لازم يكون عند المقدار الانتقال. النقطة. وارسم واحدة شبهها. الشبهة دي اسمها صورة. مسأل نقطة سين. هيبقى اللي شبهها اسمها سين شرطة. يعني دي شبهها. زي ما يكون مسأل ايه اتنين توقم. يعني دي كده شبهها. ومقدار الانتقال. يعني بقول لي مسأل هتنتقل قد ايه? الكلام المهم بقى. لو جي قال لي مسأل طلب مني النقطة ان انا اطلع من النقطة او طلعلي مسلا وقلد او طلب مني ان اطلع له الصورة او طلب مني اطلع له مقدار الانتقال. لو جي قال لي صورة هجمع. تجمع? اه اجمع. اجمع مين? اجمع ده اجمع ده اجمع مين يعني? هنجمع. ده وده وده. مش ده وده. ده وده. النقطة ومجدر انتقال. ده بفرق ايه انا عايز النقطة. يبقى هطرح. دي تكتبه مهم جدا. عشان تتعرف ان الدرس ايه? او عشان يعني ايه? تحس ان الدرس سهل. ولو جاء اللي مجدر انتقال برضو هطرح. يبقى النقطة لو طلب النقطة فاطرح. طلب مجدر انتقال برضو هطرح. بس خلي بالك. طبعا اللي اطرح اه في الطرح لازم نبدأ بالكبير. طب من الكبير هنا في النقطة? عشان اطرح واطلع النقطة وتطرح هتبدأ بالصورة. هتبدأ بالمزوج المرتب بتاع الصورة. وهنا برضو مجدر انتقال برضو هتبدأ من عند الصورة. تاني? يبقى الحال الوحدة اللي مجمع فيه لما يكون طلب صورة. اجمع النقطة ان دول. ده وده. طب لو طلب النقطة او طلب من مجدر انتقال هطرح. بس هنبدأ من عند الصورة. هنبدأ من عند الايه? الصورة. الصورة اللي هو او الزوج المرتب بتاع ايه الصورة? طيب. بس خلي بالك معلومة جدا في هنا وهنا. هنا وهنا بس. اما في الصورة مش فائل مشكلة. ايه بقى? هتغير اشارة التاني. السالب موجب والموجب سالب. ايه التاني ده? هنعرف دلوقتي احنا بنحال. تعال كده. صورة النقطة اتنين وسالب واحد بالانتقال تلات وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السنان. طبعا زوج المرتب اولاد ده. الرقم الاولينا ده قلنا قبل كده ده بتاع محور السنان وده بتاع محور الايه الصداد. فبيقول هنا بالانتقال تلاتة وحدات يبقى تلاتة في الاتجاه هنزوض تلاتة لمحور السنان عند السين. يبقى هنزوض الرقم ده اتنين ز prompts يبقى خمسة. طب جاب سيرة السالب واحد اكدت لأ. يبقى تفضل زي ما هي. خمسة وسالب واحد. بس. يبقى لي بجي يقول لي بانتقال تشوف دي? سورة النقطة سالب تاتا واربعة بالانتقال اربعة واحدات يبقى اربعة. تجابة كده. انت بتعملها بالنفسك وبيل نفسك. في الاتجاه السالب. يبقى سالب لمحور الصادات عند الصاد. يبقى السينات ده يجي زي ما هو. اما السالات اربعة نقص اربعة يديني ايه? سفر. يبقى سالب تلاتة وايه? وصفر. صورة النقطة هي هو عايز هنا الصورة. عايز هنا الصورة. اه صورة هجمع اهو. الصورة هنا بنعمل اجمع. مفيش فهم مشكلة الصورة. يعني نجمع. الاولاني مع الاولاني والتاني مع التاني. ازي يعني مصر تلاتة مع الاتنين والخمسة مع سالب واحد. بس انا عشان بقى ما تطلخبطش ويجيب لك ارقام سوالي بو كده ديت ده رقم السين اهوت تلاتة. ورقم السادل هو مين? الخمسة. عشان ما اطلخبطش. تلاتة زال اتنين خمسة. و خمسة ناس واحد اربعي. بقت خمسة واربعة. انا مليش دعو بالاختياري. انا بحلي بينه بالنفسي وبختار من الاختياري. بمتقصرش بالاختياري. هنا بقول لسورة النقطة. هنا عايز النقطة. النقطة وراها نقطة. النقطة وراها وراها نقطة. والانتقال وراها نقطة. با كده هطرح. وقلنا في الترح في النقطة هبدأ بالصورة. هبدأ من عند الايه الصورة? وهتغير اشارة التاني. النقطة هبدأ من عند الصورة. فين الصورة اهي? ازاي دي? هي جيت ازاي? قال لصورة النقطة كزا وكزا بالانتقال كزا وكزا هي. هي هي ده ضمير. هي دي ضمير عايد على مين? على الصورة. صح ولا لا? على صورة النقطة. يبقى انا هبدأ من هنا. وقلنا بنغير اشارة التاني اللي هو ده. يبقى ان غر اشارة التاني اللي هو ده. يبقى سالب عندي هنا سالب تلاتة تبقى موجب تلاتة. هنا موجب اربعة تبقى سالب اربعة. ما تنساش. لان اصلا بيعتبر بطرح. هتبقى سالب خمسة. حط هنا سالب خمسة. والحداشر حط هنا الحداشر. مش هولد? سالب خمسة موجب تلاتة. الاشارة هنا مختلفة. يبقى انا هطرح وحط اشارة الكبير. خمسة نقص تلاتة اتنين. واحط اشارة الكبير هنا سالب. وا. حداشر نقص اربعة. حداشر نقص اربعة كام? ها? ها? سبعة. بقى سالب اتنين وسبعة. بس. تاني يا مستر. ماشي. ماشي. صورة النقطة. هنا عايز النقطة. ايه الصورة. يبقى الاولاني مع الاولاني والتاني مع التاني. ايه ده? ايه يعني? الاولاني مع الاولاني. تمانية نقص تلاتة خمسة. وا. سالب عشرة واربعة. موجب اربعة. الاشارات هنا مختلفة. يبقى انا هطرح. يبقى عشان اربعة ستة. واحط اشارة الكبير اللي هو العشرة اشارته ايه? سالب. خمسة وسالب ستة. هنا عايز الانتقال اللي انا جاي وراها نقط. هبدأ من عند الصورة. اهي. احط هنا الواحد. والصفر هنا مانوش اي لازمان. طبعا بغير اشارة التاني. هنا موجب واحد بقى سالب واحد. هنا سالب بقى موجب. واحد ناقص واحد سفر. وصفر زائد تلاتة بتلاتة. بقت سفر وايه? وتلاتة. اهي. سورة النقطة. تلاتة وسالب اربعة بالانتقال اربعة وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السنات. اربعة اتجاه الموجب لمحور السنات عند السيم. يبقى تلاتة زاد اربعة سبعة. وسالب بعد زي ما هي. ده كل ده زي نفس الكلام. ما فيش في اي مشكلة. اهو. سورة النقطة برضو الاولاني مع الاولاني والتاني والتاني مع التاني. ما بغيرش اشارات لما يجي يقولي سورة النقطة. صعبة? اعظني المسألة كده سهلة. اهم حاجة الجزء ده. لو جي طلب النقطة هطرح وابدأ من عند مين? الصورة. وده غير اشارة الايه? التاني. زوج المرتب التالي. طيب في الرسم بقى. في مستوى الاحداثيات بالشكل التالي. طبعا ان هو رسم لك مربع في المتاحة مش هيعمل لك كده. في المتاحة بيجيب لك المسألة دي بس كده. بس كده. هترسب انت الشكل الاصلي وانت اللي هترسم الصورة بتاعته. هترسم انت الشكل الاصلي وانت اللي هترسم كمان الصورة بتاعته. طيب اول حاجة نعمل جدول كده في مسألة ده نعمل جدول. تمام? وهكتب هنا النقطة. وهكتب هنا ايه? الصورة. الجدول اه عايز منطقة اوسع. مش هنازل ده تحت كده. هنا النقطة وين الصور? قال لي النقطة الف اكتبها الف. وبقى الالف بكم سلب سبعة واتنية? والباق انا الباق بكم سلب خمسة وسلب واحد? الجيم بكم سلب تمانية? وايه? وسلب تلاتة. الدال سلب عشرة وايه? وصفر. طبعا عشان ترسم الصورة بتاعات هتبقى بقى الالف هتبقى قلب شرطة. الباق تبقى بقى شرطة. الجيم شرطة. الدال دال شرطة هنكتبقى تحت ايه? وتعمل زوج مرتب. وتعمل زوج مرتب. وتعمل زوج مرتب. خلي بالك مقدر انتقال قال لك سين زائد ستة. يبقى الرقم الاولاني هنزود له ستة. بقت سالب سبع موجة بستة. اه في الجنب كده. مفقود ما معادش ينفع بقى. سالب سبع موجة بستة يديني كم? طبعا اشياء انا مختلفة. يبقى سالب واحد. هنزود ستة. سالب خمسة سالب ستة. سالب تمانية سالب ستة. سالب تمانية سالب ستة. الاشراط هنا موجة بستة قصدي. مختلفين برضو هنطرح. نحط اشارة كبيرة بقى سالب اتنين. سالب عشرة سالب اه موجة بستة. سالب عشرة موجة بستة. يبقى كده يديني كم? اشارات مختلفة. يبقى هطرح. اربعة بالسالب. يبقى سالب اربعة. طب الدال قال لزود على اتنين. اتنين واتنين اربعة. سالب واحد واتنين. او اتنين ناقص واحد يديني واحد. اتنين سلب تلاتة. اه هنا اتنين سلب تلاتة بؤشرطة المختلفة يبقى سلب واحد. اتنين وصفر يبقى كام اتنين. ايبقى انا كده هو طبعا نرسم لك المفهوم تترسم النقط الاصلية ورسمها هنا وانت هترسم الصورة بتاعتها. تعالي كده نرسم الصورة القلب شرطة سالب واحد واربعة. اه ده سالب الواحد وده الاربعة. طبعا انت في المتحان كده كده انت اللي بتookyب الشبكة اربعية. وسميها الف شرطة. والباق شرطة واحد واحد. اده الواحد واده الواحد وسميها باق شرطة. والجيم شرطة اللي سلب 2 وسلب 1. سلب اتنين هي cuent وسلب 1 تحت. وديها لشرطة سلب اربعة واتنين. سلب اربعة واتنين. وديها لشرطة. طب ات موصلهم بقى. عظوني كده بات سحب? هتوصل دي بدي. وتوصل دي بدي. وصل دي بدي. وتوصل دي بدي. طبعا بالمسطر مش بايه دي. بس كده. ده الصورة. يبقى الفكرة كلها ان انا بعمل ايه? الجدول. والفكرة كلها الاكتر. وتخلي بالك في الاشارات. يعني هنا الستة كله هيلغبط. كله ايه? هيلغبط. هنا ستة ممكن هحط هنا ستة وهنا ستة ولا ستة بس برضو ممكن تلغبط. يعني ايه? سالب سبع موجة بستة هنا ستة وهنا ستة وهنا ستة وهنا ستة. ايه الاشارات هنا بعمل كده بس انا بينه وبالنفس وبعا كده بعمل صح. سالب سبع موجة بستة اشارتين مختلفة. يبقى انا هكده ايه? هطرح. يبقى واحد واحط اشارة الكبير. بس. هو ده الدرس الانتقال الناس كلها خايفة منه. والناس كلها بتقعد تقول انها صعب. اصلا هو درس سهل الفكرة كلها زي ما قلت هنا في مقدار الانتقال ده تخلي بالك من الاشارات. تخلي بالك من الاشارات. اه بكده اتهى درس النهاردة واشوفكو على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.